طب المشهد بتاع النهاردة انا اقولك رؤى العين من صباحية ربنا وقدر اشوف اقولك ان انا شفت لجنتين بهذا الشكل او جمعيتين انتخابيتين انت عارف المجمع الانتخابي او الجمعية الانتخابية باجوها اكتر من لجنة ده مشهد قدام حضرتك تقدر تشوفه ده في محافظة الجيزة انا شفت مشاهد تانية دون اي مبالغة والله العظيم التبور اكبر من ده شف والله وربنا سبحانه وتعالى حاسبني التبور طوله ما يقلش عن المية وخمسين متى ما يقلش ده كده بس ايه يعني بنظرة العين حلو ده اللي انا شايف اشوف التنظيم بتاع الانتخابات لما انا روحت على لجنتي اللي اروح ادلي فيها بصوتي في صندوق الاختراع فانا شايف النظام من ساعة ما دخلت سلام عليكم عليكم السلام مدرسة كذا ايوة وانا شفت طبعا اليافطة بس انا بأكد عشان ابقانا يعني في المظبوط دي اللجنة اللي انا بنتخف فيها طول عمري يعني مهم فا اوكي حضرتك لجنة رقم كام قلت له لجنة رقم ثلاثة بظبت كده انا هتخش يمين في الشمال اخر الكوريدور اخر اوضع على ايدك الشمال هي دي نمرة ثلاثة خدت بعضي وروحت سلمت الرقم القومي بتاعي مضيت في الدفتر خدت بعضي وخدت البطاقة الانتخابية سوقه دي من الاسماعيلية بالمناسبة وروحت داخل وراء الفرافون اللي موجود ده وروحت معلم على المرشح اللي انا عايزه وطبقت الورقة بتاعتي وروحت حاطتها في الصندوق حاطت ايدي في الحبر ومتوكل على الله اللهم ولي من يصلح في المشهد اللي انتخابي بتاع النهاردة ويبقى ايدي هاي بالحبر يا عمو راشد بيقول لي ايدي بالحبر يا واس اهو 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 ادي ايدي بالحبر مش بقولك لا انا بحركها لك عشان تشوفت واس اهو شفت ده الحبر اللي انا كمان مش من انصر الناس اللي بتحط بتاعك كده يعني دي لا او انا هطلع مثلا او انا موزية ووريها للمشاهد فعملوا كده ايه مخصمه لا او كده صلح ايه المهم يا سيدي طيب المشهد الانتخابي بتاع النهاردة مشهد الانتخابي بتاع النهاردة ده زي ما كانت بتتكلم الهيئة الوطنية او كيفما صرحوا فانه هذا المشهد الانتخابي فاقد توقعات اقولك ليه دايما كلنا جزء كده من سلوكنا وطبائعنا يعني طبائع بشرية لاش علاقة بالمصريين ولا اللي مش مصريين يعني الجملة بتاعت اصله هم المصريين ده يعني ما فيش حايز ما كده الطبائع البشرية يقولك ايه اول يوم ده هيبقى زحمة خالص فاحنا بقى ننزل تاني يوم ولا تالت يوم فتتوقع دايما ايه ان اول يوم ممكن يبقى خفيف لكن تشوف المشاهد بتاعة هذا الاقبال المذهل لا 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 وده اول يوم امه التاني يوم خلي بالك انه لسه فيه ناس النهارده اكيد في دماغه هيقولك ايه بلاش اول يوم ده هيبقى زحمة وهيبقى الطبور طويل هو عنده حق الطبور كبير بس انا من انصر ايه ابدأ من اول يوم اللي ملحقش عشان ظروف شغل علشان حاجة ما نظمش وقته بالمزبوط ايا كان حصل ظرف ما كل واحد معه عزره عندك تاني يوم وعندك تالت يوم اللي انتخابات حقك اولا تاني حقك اولا وهو حق لهذا الوطن انت شايف مصر وموقفها العظيم في قضية الصراع العربي الصهيوني وشايف مصر والعالم كله بيتكلم عليها ده انا اكاد اقولك العالم كله بيلف حوالين القاهرة وكأنها قبلت السياسة الدولية علشان حل هذه الازمة انت تذهب للانتخابات طالما انت مؤمن بضرورة حل هذا الموقف الفلسطيني شديد التعقيد هذه الحرب شديدة الوحشية تريد انهاء هذه الحرب اذا ساعد بلدك للمزيد من الاستقرار والتقدم والقدرة والحيوية السياسية علشان تحل زي ما كانت البلد شغالة خلال اكتر من ستين يوم فاتوا احنا بنتكلمتي بخمسة وستين يوم تقريبا والبلد بتشتغل علشان خطر انقاذ اخواننا الفلسطينيين والبلد بتشتغل خلال عشر سنين علشان خاطر اولادها المواطنين الانتخابات اللي انا بقولك عليها ملهاش علاقة بمرشح بحد ذاته لها علاقة بان انت تدلي بصوتك تعرف اكتر شيء مزعج للاخوان المسلمين ايه؟ هو المشهد ده اللي حضرتك شايفه قدام عينيك اكتر مشهد مزعج للاخوان اكتر مشهد مزعج لدول الاجانب اللي ملهاش فينا اللي ما بتحبناش اللي بتشغل قنواتها عمال على بطال هبدو وخبطو وطلطيش فينا من بعيد لبعيد لانه ما عندهمش الجرأة يواجهون في ساحة السياسة الدول اللي مش عاوزة تحل هذه الازمة الفلسطينية هي اللي طول الوقت تنزعج جدا من هذا المشهد الانتخابي لانه على طول بالنسبة لهم المصريين لديهم وعي سياسي كبير المصريين لديهم قدرة على الحل قدرة على التغيير اصرار على الاستمرار في هذا المصار ان البلد تفضل كبيرة وتفضل قوية المصار اللي كلنا مشناه خلال العشر السنين اللي فاتوا هو اللي هنكمل فيه في الست سنين اللي جايين ويمكن ستين سنة جاي